نعم سائل فل والهنى النهار ده انا باعتبرها حلقة خاصة لانه وانا قاعدة بتصفح الموضوع اللي هتكلم فيه لقيت نفسي رايحة في سكة تانية خالص غير المقدمة اللي مكتوبة لقيتني بشكر ربنا على وده لازم كلنا نعمل الحكاية دي انه لو ربنا من علينا بشوية عمر زيادة وعيشنا يعني سنين كويسة كده في العالم فده بيدينا فرصة اننا نشوف ناس في بداياتنا او في بداياتهم ويكبروا قدامنا وان كانوا يخلفوا برضو قدامنا فلو يبقى واحد صاحبك اللي عشت معاه سنين العمر دي كلها وخلف تعتبره انت اللي خلفت على طول ولما بيبقى صاحب وقريب وشايفه بيكبر قدامك بيبقى معزته في معزة الولدة برضو رغم انه ممكن يكون الفرق في السن مش كبير قوي فالغلاوة بتاعي اللي انا فيه صحبته وفيه شرف ضيافته النهاردة هو عنده الميزة دي يعني ان انا شفته في بداياته وكبر قدام عيني وكدت في كل مرة بفرح جدا وببقى سعيدة وفخورة جدا ومليينة احساس دافي جدا كده لانه هو الحقيقة كمان هو من الفنانين الندرين اللي انت لما بتتفرج على اعمال كتيرة في الخارج تقوم تلاقي ممثلين عظام قوي فتعد تقول لنفسك طبعا انا عندي زيهم دور يعني هو عظيم قابس انا عندي انا عندي على مائدة النجومية انا عندي وعندي فنانين يعني الحمد لله والكمال لله والعظم لله عظماء جدا عظماء لانهم اهتموا بشغلانتهم جدا طوروا من نفسهم جدا قدروا يصنعوا من الممثل اللي جواهم مادة طيعة جدا للتلون مع كل شخصية وكل دور موقفش على نمط ولا مسك في اداء معين علشان كده انا لما شوف انتوني هوبكنز اقول انا عندي مجد الكدواني لما شوف اي بقى اسامي بقى مش عايزة انا عارفة الكلام ده كله كان لازم اقوله في عدم وجوده لانه هو من نوع اللي بيخجل جدا ويكسف قوي ويعني في الح لما تيجي تمداحه يعني لكن هو بن قدم ممثل عظيم جدا متعنا بأدوار كتير وان شاء الله يا ربي متعنا مدى العمر كله محبوب الى درجة ندرة يعني كمية الحب والاجماع على شخصيته يكاد يكون نادر يعني على المستوى الشخصي بن قدم دمس جدا جميل جدا طيب جدا خلوق الى اقصى درجة سرته زي الفل والمسك والعنبر عند كل الناس قاب جميل زوج جميل فنان عظيم مش قادر اقول اكتر من كده لان انا فعلا عندي حالة شجن وعاطفة جدا من اول معرفة ان ضيفي النهاردة حيبقى ماجد الكدواني بس خلاص مش عارف كتير الكلام لا والله خالص يا ماجد انت عارف طبعا اصلا انا مش محتاجة ان انا اجاملك او اضيف لك يعني صفات مش موجودة فيك لانه تتحسد على الواحد طبعا باشكر ربنا حمدنا انا حب اخد منك الجملة دي باشكر ربنا انه حطك في حياتي يا حبيبي لانه انت كنت من احد الاسباب العظيمة اصلا ربنا ما عندوش صدف عندو ترتيبات عارف مين هيقابل مين امتى وليه وفين وعشان ايه فما فيش كلام هيوفيكي حقك شكر على اللي انت قلتي ده او يا حبي لكن بس انا لا اقاملك غير ان يقول له الحمد لله والشاء اشكرك يا رب انه حطك وحط ناس زيك في حياتي دي النعمة الحقيقية اللي في حياتي ودي البركة الحقيقية اللي في حياتي ودي من نعم ربنا انه الانسان انه ربنا يحط للانسان ناس في مقامك واحترامك ومحبتك وحلاوة قلبك في حياته حبيبي يا مالك فانا بشكر ربنا عليك والله كلنا بنشكر ربنا عليك والله العظيمين مش كلامه ومش مزوّق بس أنا عارف خالص أنا عارف وأنا عندي حالة شجن برضا آه مش كده مش عارفة إيه الحكاية دي هو كان معموس ما يلني علشان عزمته مرة وبعدين اتفاجئ إنه حياكل فقال ليه ده إيه ده بيش جاهز الحكاية دي ولا أمسة لا 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 ولا أمسة ولا حاجة ده أنا فاكرها لغاية النهاردة أنا اتفاجئت بس أنا رايح أتكلم مع المادام إسعاد يونس فلاقيت دخلت على المطبخ الأول وبعدين لقيت كم طواجن ودخلت فرنجة وبصل وريحنا على الكنبة في الأخير فكانت مفاجئة بالنسبة لي لكن أمسة بعد الشر يا طعني أنا أتقمس منك يا خرابي ده يمكن يحسن ده كانت يعني مشهد كلاسيكي حكاية الحرب بالبصل أيوة أيوة مشهد كلاسيكي لا لا ده هنفضل فاكرينها طول العمر طبعا ده شرف عظيم الجملة اللي انت قلت هالي في الأكلة دي اللي بتقول لي هو سفسيخ ده الوحيد اللي الواحد ما بيعرفش بيشبع منه أيوة خلص إنتا مش عارف إلا لما مشنت العيش تخلص يعني أنا كده بالزبط 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 كلنا أكلنا عيش وملح وانبساطنا مع بعض يا حديد قال لك إيه كل ما تروح بلد تعمل يا ماجد أول ما توصلها كل من بصلها عايز رفيع ولا دخيل رفيع حينو السؤال ده شوي يعني فعلا ده سرديحة ده بزاج خبير الرفيع طوح حب رفيع أنا أرفع واحدة ممكن أرفع هو أنت مش هتاكل معنا يا شادي لا أنا مش هاكل معاكو دلوقتي دلوقتي أنا لسه واكله قبل مجد فعلا هنوشف سلمي هنوشف يا سلام لا ما شاء الله لا وبالبلد حاجة تانية حاجة تانية هنوشف وأحكي لك حاجة تانية بقى أنا طبعا إيه من فريق الفسيخ ما تحطي لمون أحلى من الزيت كتير لا ما بحبوش باللمون الليمون يمرره شوي هي أزواء هنوشف هي أزواء شف أنا بعمل أعداد فسيخ مهولة هنوشف مشهورة بهذه النشاط يعني أيوان هزو وبعدين والبصل بقى والحركات كان عندي واحد صعبي اللي أرحمه صاحبي يقوي اسمه كريم النارش هم آآ باشا فإحنا عادين كده هو بيأكل الفسيخ إزاي بقى بالتوست والزبدة الفسيخ ها يعني البطاريخ لو عمل فيها كده مش مشاهد هم مزاجوا كده ها هم مزاجوا كده هم طبعا ألف أعداد يا لعوة يا مجد فيش دوا بيكملوا كلامه ها 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 أنا ما بعرفش المفروضة خلص إمتع هم بتفضل مستمرة معايا معرفش بقى ها دين حرك المر بزيادة يعني ما تهتزش بالحاجات دي فصحتك مع بعض ألف أه هم قولي حياحة ها 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 أنا دلوقتي يعني فرحنة لأسباب كتيرة أولهم إن أنت بقيت أبو العريس الحمد لله فأنا طبعا حسب طبعا فرحتك الكبيرة لكن الحقيقة إنه فرحتك دي ترجمت وصحابك وحبيبك وشقايق العمر برضو ترجمها لك بشكل جميل جدا بوجودهم في الفرح حقيقي وأولهم وعلى رأسهم كريم عبد العزيز طبعا طبعا حبيبي حبيبي طبعا فالمشاهد اللي تشافت من الفرح هم ولا واخدين بالكو من كاميرات ايو ولا بتاع وده بيحيي ابنه ولا كنا متوقعين إن ده هيحصل أصلا أو يحصل الانتشار ده خد دلي انت احكيلي ماجد كان عامل إزاي يومها أحلى حاجة فرحت قلبي في اليوم ده كلمة اتقالت على لسان الكل في محبة ايو في حب حقيقي فعلا بالفعل يا مدام إسعاد ما كناش عاملين حسابنا على حاجة وأنا كمان ما بخصبش على حد اللي عايز ييجي أهلا اللي مش هيقدر أنا عزره ما عنديش مشكلة أنا بحس بالناس زي ما بحبش حد يضغط علي أنا بحبش أضغط علي حد لإني واثق من محبة الكل فاقت فجئت يا جماعة كمية المقاطق هو إيه اللي حصل وفيه إيه يا حبيب قلبي طبعا كريم وكل ورامي إمامي يا حبيبي واحمد الجنيني ورهم عبدالغفور وإن اللي كريم وشرين رضا وهاني رمزي يا حبيبي والمستشار أمير يعني محبة أنا أكتر حاجة فرحتني إنه الكلمة اللي كانت بتتقال دقائما فيه لقينا فيه حب لمسنا حب في الفرح ده ومن هنا برضو أرجع للكلمة اللي قلتها لك من شوية هي دي من نعم ربنا إن حواليك ناس بتحبك من قلبها وحبين اللي بيعملوه من قلبهم حتى كريم يقولي ده فرح ابني كل ما قوله ما تتعبش نفسك طب أنا آسف تاني ده فرح ابني يا ابني فرح ابني فالكلمة خارجة من قلبه بجد أحمد الجنيني يعني أحمد الجنيني تعي بكتر مني في تجهيز الفرح ده يعني أنا عشان بنصور يا ابو نسب فحبيب قلبي أكتشف أنه هو ويوسف على تواصل تاني خالص مجهزين حاجاته مرتبية اكترون أنت لوابه العريس مش هتعمل كده فالمحبة نعمة كبيرة قوي الحمد لله والشكر لله الحمد لله يا حبيبي الله يحفظهم ويخليهم ليك ويخليك ليهم هم نقطة ضعفك يوسف وسندرا طبعا طبعا إزاي منين أنا عاطفي شوية وانت كده ربنا يفرحك بولادك وأحفادك ويحافظ عليهم ويبعد عنهم كل شر صمرة الحياة هم صمرة الحياة فصمرة الحياة غالية زي كلام حضرتك اللي قلتيه في الأول لما بتشوفي حد بيكبر وبيتبني قدامك وجي من من لاشئ دي نعمة يعني هو نفح هدية من عند ربنا وربنا اللي شايل كل حاج فتحسي فيه هدايا دي دول هدايا في الحياة طبعا فكون إنك تشوفيهم وترأبيهم وهم بيكبروا وبيتكونوا وباخدين حتة منك مشاعر لا توصف مهما عادنا نوصفها يعني هقول إيه يعني أحاسيس ما تتوصفش أحاسيس ما تتوصفش لكن أحاسيس غالية قوي قوي يعني هدايا ثمرة حياة أنا بقول دول ثمرة حياة طبعا فربنا يحفظهم كلهم ويفرح كل الناس بولده أمين يا رب أمين الأب في الفرح ما عرفش إحساسه يستوي أو ما يستويش يعني مش عارف هلأ حاسيس اللي أنت كنت حاسيسها ناحية يوسف إنه النهار ده بقى حيبقى زوج وحيروح بيته أو حيطلع الهانيمون أو البتاع وهل أنت متخيل سندرة في نفس يوم فرحة هيبقى أعمل كده لا أنا عندي مشكلة بصي بخصوص يوسف يوسف صحبي من صغره يا حبيبي ربنا يحميه كبير ومسؤول فتطورت العلاقة ما بيننا إلى أن أنا بستشيره باخد رأيه وبستنى رأيه ويهمني رأيه لما جي الجواز يقرر عارفة اللي داخل عام العملية فإيه اللي هو ناسبها الوقت ما تفكرش فيها كتير يعني اللي هو يعني لحظة رجوعي البيت كانت أصعب لحظة لأن عندي عقدة قديمة عندي ارتباط شرطي قديم بلحظة مسافر راح أمريكا الدراسة كان كلهم هناك وأنا الوحدي فخروجهم البيت دي يعني ده جرح الصعب تقيل عليها شوية فحصل ارتباط شرطي كده وبعدين إيه بتديت أفهم نفسي لا إهمد بالراحة ده هو راجع ما أجيرش يعني واحدة واحدة عشان نستوعب بس يا نحط الحقائق قدامنا يا صندرا عندي معها مشكلة عندي مشكلة مع صندرا مش قادر أتخيل إن راجل تاني هيخدها مني أيوه هي ده هو ده هو ده الإحساس الجواية أيوه في حد تاني هيخدها مني أيوه تقولي أنت بتكرهه من قبل ما ييجي أيوه مش نعرف هو مين الأول ماشي عندك حقا ما نبقى نعرف هو مين الأول إحساس إحنا قعدنا مرة في أحد الأفراح صاحبي جداً محمود عطالة يعني صاحبي أوي طبعاً عارفه محمود عطالة اللي هو يبقى زوج بنت ما ده مش ويكار آه آه طبعاً ده طبعاً العمر برضو طبعاً ففي جواز بنته رايح جاي ويقول إيه ده أيوه 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 محمود تعال برة أيوه نطلع برطة من حبيب زي ما أنت عايز ويرجع عشان أنت بابا العروسة أيوه أيوه تاني أيوه أيوه الفكرة صعبة بس عارفة في حاجة شغلتني بقى إنه إيهاب إيهاب ألفريد أبو كارلا آه أنا بشوف فيه أنا بقعد رقبهم بعيد طب ما هو ابني هياخد بنته آه هو شايف إيه آه يعني ده هو بقى بجمله الحلوة دي يقعد يقولي أنا بحب الوادي يوسف آه أنا بحترم الوادي يوسف آه أنا بستجدع الوادي يقول له يا رب بديني واحد أحسي تجاهه الأحاسيس دي آه يا رب آه فهم صبرني شوية آه بيديني يعني إيه البعد اللي غايب عني آمين اللي هما إن شاء الله يا حبيبي دولة بقى هما دولة جايزة الجايزة تيب تتكلمي عنهم كتير أنا عارف يا الله وإحساسك بيهم رهيب آه فضيع آه شيء اتلخص في العيال دي بالزبط كل المتافأة في العيال دي ومن زمان يقوله أعز من الولد ولد الولد بقى مش فاهمينها لكن يدينا العمر ونحسيها يا رب يا حبيبي آمين 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 يا رب مش قادر أتخيالك آه بص أنا بقيت عايش اليوم بيوم آه يعني الواحد مهما فكر لقدام يعيش اليوم بيومه بكرة خلص مبارح خلص آه بكرة ده بتاع ربنا عايش اليوم ومتعرفش بكرة هيجيب آيو آيو لكن هو بنتأمل مع بعض نجيب الخير يا رب آمين يا رب آمين اشترك في بقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و 99 قرش وبقات سنوية بتبدأ من 150 جنيه ترجمة نانسي قنقر